السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله معلومة اليوم معلومة قانونية جديدة كل يوم مستمعنا كنت قسمه معكم معلومة بشكل مبسط طبعا معلومة قانونية دكتور اليوم قدي نرجعه تنفو العمل دينا ومساهمتنا المتواضعة في حديث عن نقاط ضعف المدونة للأسرة واللي تخسرها من الوسط اللي هادي نرجعه للمدونة نعم ونتكلمو على واحد النقطة اللي هي بالنسبة ليها آنى شخصيا كتب كتب لله واحد النقطة أساسية ومهمة جدا اللي هي اقتطاع النفقة من المنبع ماذا يقول القانون الفصل أو المادة 191 تقول تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة شوف ده باشتعرف النصوص القانونية النصوص جميلة بعد حين تكونوا النصوص جميلة ولكن تنزيل ديلها وتفعيل ديلها كيش كلنا مشكل كبير فمنك نشوفوا مدونات الأسرة لما في مجملها أرى نصوص جميل نصوص جميل نصوص جميل نقاط ضعف ديلنا في التنزيل وفي التفعيل وفي الموارد البشرية وفي مساعدات الاجتماعية القضائية التي تدخل في المصاطر القضائية والأنسنة ديلها التطبيق والتنزيل من طرف القوضات ومن طرف النيابة العامة سواء قضاء جالس أو قضاء واقف هادو من النقاط وهادو من اللي تي خسنا نأكدو عليهم أما النصوص القانونية فمجملها سواء مسألة لكتعلقة بمدونات الأسرة أو أي نصوص أخرى على المغرب بتبقى الله قضاء واحد أشواط مهمة جدا في تشريع وما بقى لا على الزمن نغيره ولا نقولوا ما عناش نصوص قانونية لأننا الحمد لله كل خير عنا كل خير خسنا فقط نفعله النصوص القانوني دينا إن هانتو من نصوص كيقول تيقول تحدد المحكامة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة تحدد المحكمة وسائل تنفيذ يعني المحكمة حكمت بالنفقة الواحد السيدة حاضنة لأطفال وهي اللي كتحدد الوسائل كيفاش غنفدو عليه السيد المحكم عليه بالنفقة وتكاليف السكن على أموال المحكم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريعي أو الأجر الذي يتقاضعه وتقرر عند الاقتضاء وهالنقطة لكالدبر وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء نفقة هات استمرار هات استمرار الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة هذا هو البيت القصير وهذا هو هذا نقطة الضعف عندنا يجب أن تقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة ما هو المشكلة لدينا اليوم المشكلة لدينا اليوم ليس في التطلق أو في الطلق هاي المسطرة انتهت هالنحكام الحكمات ها هو الحكم كاين وهي النفقة كاينة والحظين عندها الوليدات ولكن ايجي يخذها النفقة ديلا ما عنده واحد المطلق أو المطلق مستهتر أو في حالة عسر مستهتر أو في حالة عسر كلا الحالتين التنزيل ضعيف جدا نشوف الحالة الأولى الاستهتار اللامس أولياء الاستخفاف تملص المكر باش الواحد يتملص من الأداء النفقة هنا تخص القانون الجنائي دخل يعني هنا في ندخل العقوبات البديلة هنا في ندخل العقوبات البديلة ما ندخلش أنا أب للحبس على النفقة ما ندخلاش ما ندخلوش ولكن نشوف العقوبات البديلة ناجعة الفعالة باش نردعو باش يخلص اللي عليه نمشي أسدية لماذا في هذه ما نستعملش ذلك الشيء للضاربة السلطة الأسدية أو السبوعية ديالدولة لماذا ما نستعملش دابوه مش نمديددي فين ما كان عندو هات سيد الفلوس ناخدهم له باش ينفق على أولاداته فين ما كان سنقوله ينفق على أولاده ما شال هذا الطريقة دياله مع أنها غارض في أحنا سيده هذه السيدرها مستقلة وأصبحت أجنبية بن سباده وأمه أولاده أرى لأن ذاك الولادات اللي قطم الله سلم بسؤولية ديالهم لما نغنخليهم إذن علش ما ننفكرش في العقوبات البديلة علش ما نفكرش أنني نوضع يديع لممتلكات دياله ونبيعهم مصطرة سريعة جدا مصطرة سريعة جدا ونحزلوا المبالغ اللي عندو في حساب البنكي ونعطيه للسيدة باش نفق على الولادات ديالها هالمستقصير شنو ندير بي ما ندخلوش أنا للحبس علشان يدلو إهمى الأسرة وندخلو للحبس ونعطيه شهر مقوفة نفيد في حالات العود ندخلو للحبس لماذا؟ المراد الولادات هادي يرضاوا واحد نارو ما اللي يدخلوه بباو من الحبس ولا ما الولادات دخلت باولادات للحبس لا احنا في الأسرة وحنا وغاد نقسمو بيشوش ديال حالات حالة العسر وحالة استهتار إذن استهتار ننزل بثقة ديالي أنا كدولة مت ما ندخلوش للحبس ناخد فلوسي الولادات حيث دينا مستقبل ديك الولادات أنا عندك قراية ودك البنيتها عندها الدراسة عندها 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 لباس عندها كرامة ديالك نصونها لابدك الفلوس ممكنش نسكت عليها نخلي ونقول للمرأة لما دركش واحد شهر لا شهرين درتي الحجز لا يوجد له لديه ما يحجز تقدمي بشيكاية نفتي ما بغشين نفدي لي شيكاية يا رسيلي ديالشيكاية سيلي النياب العماء ديالشيكاية شرطة الخضائية نستمعون تلقس باش ديال الميستارة ترشيت نفكم على ولدها على ولادها واش تستهتر المشرع يتعامل مع ملف حساس ملف إنساني ملف اجتماعي ملف يمس النواة ديالمجتمع بمساطر عقيمة مساطر كأننا في في القانون العادي في جرائم القانون العادي نا 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 نحن نسا في قانون جرائم لا شركات ولا شركات ولا حصص ولا أربح لا نحن في تربية نحن في أطفال نحن في أسرة نحن في لبنة الأساسية للمجتمع نحن في البلاد كان بنيوا بلادنا حالة الاستهتار نمشي بتثقل ديالي كدولة ونجيب السيدة فلوسة حالة العسر ما نقويش عليها ندرنا إحنا لبا ليا مبادرة طيبة ديال الحكومات السابقة أو الحكومات السابقة ديالصندوق التكافل العائلي هو أهدف حالة العسر ولكن لاذا نتقل عليها بهد المساطر شا نتقل عليها بهد المساطر سيري جيبي الحكم. قبل بعدها زيري ديري الحكم. ما يصدر لك الحكم. ديري تنفيذ ديري التبليغ. وديري التنفيذ. ومعد ما ديري التنفيذ. تعذر عليه التنفيذ. ونشوف علش تعذر عليه واش هو حالة عسر او تملصة او هاربة او غير موجود او او او. ونجيب له محضر ديك الساعات. ومشي عاد ديك ساعات للصندوق. وندير طالب ونعمر واحد المطبوع. ونجيب الواتع يقول له وشا. نا. نا. المرة رهم الزما. على هاديك حاضين رهم الزما. انا عندها اكرهات. رخصة تقري ولداتها. رخصة تربيهم. رخصة تنضف الصباح تديهم من دراسة. رخصة تلبسهم. رخصة تطيب لهم. ويمكن عندها تايا خدمة. يعني خسين سهل علي هاد المأمورية. ولكن ندير انا الاليات ديالي. باش نحرس هات الصندوق هدا. وميمشيش فيما اه لا يجب ان يصرف. نحضي. الفلس ديال الدولة. ولكن سهل على هاد المرة حاضينة. اذا احنا اه كاد نكونو تنعرجو جوج ديال النقاط. اللي هي اساسية. والهدف ديالها. وانصور الكرامة ديك الوليدات. والكرامة ديك ديك المرة. المرة عليه شلقات السعاء الراجل. وشايب الله تفكيت من هاد الراجل. انا كنت نهضر على المرة. الحرة. اللي رها مضلومة. ولي رها ضعيفة. ولي تكرفس علي هاد الراجل. ما كنت نهضرش على المرة. اللي ميسرة. ولي لابس عليها. واللي يلي بغت طلقه. واللي يلي بدت يبلها زيد فيه. ما بقاش عاجبها. وبغت حاجة اخرى. وبغت تحرر. وبغت لمساوات. وبغت حقوق الانسان. لا. ما شي على ديك نهضر. انا كنت نهضر على ديك المرة. اللي مهلوكة. اللي ما بغت مسكينة تشي حاجة. بغت تربي وليداتها. ومتل ما تستلهاش. باش تخدم باش يكون عندها. منصب داخل شريك داخل المجتمع دينا. يعني كتشتغل وما ما اطلاش على هاد الراجل القاع. هديك انا ما ما نخليهاش. ما تضايش. ما تمشيش في الرجلين. ما نخليهاش التكرفس. وما نخليش الكرامة ديالها التمس. وما نخليهاش وقات ساعة. وما نخليهاش اليوم يجيب لها النفقة. في خمسة في الشهر. ولي موراه يقول لها. انا ما عندي شهر شهر اللي موراه. بقيش مع النفقة ديال شهرين وثلت شهر. اللي هي كينش واحد اللي غادي عارفها. في الكرة. كينش واحد اللي غادي عارفها في المصاريف ديال الدراسة ديال ولداتها. كينش واحد اللي غادي دخل عليها الحليب والزيت والحطحين ولدات اللي غايق كلها. رات طيحة ونضع. الدولة تخستحسها بانها ماشي بوحدها. هلا بغينا نجحه. المدونة. اذا اقتراحات من دكتور ما توقت. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.